في لحظات القلق يتبدل الخوف يتبدل الأمن خوفا في لحظات القلق يتبدل الحلم غضبا في لحظات القلق تتحول السعة إلى قبر ضيق بل تضيق الدنيا باتساعها وتصبح كأنها سجنا انفرادية كل ذلك في عصر القلق في لحظات الانزعاج في حالات الضيق الأمور تتبدل من الحسن إلى السيء وربما تتصاعد فتتحول من سيء إلى أسوأ وإذا حدث ذلك فهذه كارثة عندما يتحول الحلم إلى غضب هذا نزير شوء فأل سيء ساء صباح المنذرين نعم لأن الحلم هو أساس التعامل فيما بيننا أنت تقبلني وأنا أقبلك بالحلم أنت ترغبني وأنا أحبك بالحلم الناس يتصاهرون يتجاورون يتشاركون كل ذلك بالحلم لكن أنت نفرت وأنا استفحشت وأنت ضغت بذرعا وأنا لا أتصورك أن تكون المودة كيف نتصاهر ونتناسب ونتلاقى ونتحاب ونتشارك ونتعاون ونتكامل ونتضامن وهذا موجود حتى في كبريات العائلات إذا حصل نفور كل يفر على مأواه تصبح العائلة أرباعا وتتحول الأرباع إلى بيوت وتتحول البيوت إلى أشخاص أنا وعيالي من الصالح أنا واخيما خلعين إيدنا أنا وأنا إذا موضوع الحلم ده أساس ده ضرورة من ضرورات الحياة هي التي تطيب لنا الأيام هي التي تصف النفوس تخليك تقضي ومنك على خير ده الحلم الحلم غير الحلم الحلم معناها الرؤية إنما الحلم ده صيغة مبالغة أنك تعفو عمن أساء إليك لا تتعجل إلحاق الضرر والأزى به مع أنك صاحب حق فيه يا أخوانا مراحل فيه مرحلة العاد واحد أساء إليك ترد له الإساءة لكن فيه مرحلة فاض أعلى واحد أساء إليك تغض الطرف تكبر مخك توسع بالك دي صفات مش سهلة مش أي إنسان يقدر عليه ده عايزة ناس متربيه عايزة ناس مستامس كبدينها عايزة ناس تخشى من الملك جل جلاله عايزة ناس تلتزم بالسير على سنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المسلمين إزاي بالبطائق؟ بالجوازات والهويات؟ بالأسماء اللامعة؟ لا المسلم سلوك المسلم سلوك أفعالك تدل عليك كلامك عنوانك الكلام صفة المتكلم الكلام صفة المتكلم ولذلك القرآن ده كلام الله ربنا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا يعني استماعك من هو مش ونت سارح لا ده بإصغاء بتركيز بحسن استقبال بالتزام وخضوع وخشوع وخنوع وذكر وولاء وفداء وبراء لأن المتحدث هو الله ما بحنا نهار ده معرفين شيء شيخ يغرا فيه من التهريج اللي حاصل يبدو أنه يعني ترك المنصة وجلس على الكرسي بجوار المنبر فالأصوات كانت متقاربة جدا الصياح ده أدب قرآن ده ده أدب استماع للقرآن لا والله لمخالفات لا تجوز فيها من الشوشرة فيها من عدم الاحترام فيها من عدم الانتزام فيها عدم تقدير لكلام الملك الرحمن لا يا أخي لا والله إذن مسألة الحلم ضرورة من ضرورات الحياة ولذلك من أسماء الله الحسنة الحليم والأنبياء الحلم صفة فيهم شوف سيدنا يا حيدنا إسحاق إليه انتهى الحلم سيدنا عيس يضرب به المثل في الحلم كل هؤلاء في ناحية وحبيبنا المصطفى ونبينا المجتبى حاز الكمالات كلها لكل نبي في الأنام فضيلة فضيلة وجملة الفضاء الجمعت للحبيب محمد صلى الله عليه وآله آه احنا نتعلم الحلم من مين من سلوكات سيدنا النبي من سلوكات أهل البيت من أولياء الله العارفين من أولياء الله الصالحين من الكمل من الملتجمين من أهل العفة يا الله وما ليه انت عايز تتعلم قلة أدب شوف لك واحد قل الأدب ها ما سألوا زمان الراجل قالوا له انت الأدب ده تعلمت ازاي قال عرفت رجلا قليل أدب كل ما فعل شيئا خالفته فيه خالفته فيه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه اقتدى عدي بأبيه في الكرم من شابه أباه فما ظلم من شابه أباه فما ظلم الحلم معناه انك انت تعفو انك انت تبقى صاحب نفس كبيرة تترقى عن الصغائر هتقعد يتحاسب ده وتفك في ده وتحل في ده وتعتب ده وزعلان من ده وشايل من ده وما جابلش من ده ده فين العمر اللي يصعف هتقضيها انت كده سياحة للشحناء للبغضاء يا أخي يا أخي تحمل يا أخي تصبر استمسك بالحيل لذلك ربنا تبارك وتعالى لما وصف عباد الرحمن في نهايات سورة الفرقان قاعد ربنا يقول صفاتهم 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 عشان نقتدي به أم ليه قال لك والذين إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما يا سلام إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام سيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد الصحابة معاه دخل عليهم عربي غليظ لا يجيد الأذب بين في حاجة بينه وبين واحد من اللي قاعدين من الصحابة خوط فيه دلب فيه وانتصفتك وانتنعتك ولم يراعي أن الجالس حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد يكايل في السباب دكة رجل مؤدب عملي حساب للقاعدة قال له سلام عليك هو يغلق يقول له سلام عليك هو يسب يقول له سلام عليك هو يشتم يقول له سلام عليك سلام عليك حتى انصرف الرجل فابتسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال فعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يا هذا إنك لا تدري أن الله عز وجل أنزل ملكا من السماء يدافع عنك كلما سبك هذا الغليز الغشيم إذ بالملك يقول له أنت 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 تصبح ممن تدافع عنه الملائكة ما دي مرحلة ما دي منزلة عالية مني لقيها ما دي درجة أنت بس عايزه تصد ورده وخده تعالى وروح لا خليك أرقى التزم الأدب التزم الأدب شوف سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم الكفار كان يبعمل وهو ساجد يضعون على ظهره روث البهائم الجار اللي كان يبسيار له قدام البيت حصلوا جرى سيدنا نبي بيقول له ما النهار دا خيرا ما فيش بتعودين اللي قالوا بلويه قالوا له مريض فزهب إليه ليعوده زهب إليه ليزوره هي عم العظمة دي العظمة دي وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام دا إذا سمعوا اللغوة أعرضوا عن وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا نبتغي الجاهلين أهل الجهالة والسفة اكتار اكتار فأنت ما تضيعش نفسك احرص على وقتك أعظم شيء عمرك أغلى سلعة حياتك هتبعد كدتنا الشك يمين وشماله وتعاتب وتحل وتربط وتسامح وزعلان والروح ونعمل وقعدة وحبه على راصل يا عمي سيبها لله يقول لك بيضها ورميها البحار لا أنت إذا بيضتها إنما تضعها في يمين الله وكلت يدي ربي يمين وما تفعله تجده غدا ما كل حساب الجزاء من جنس العامة الجزاء من جنس العامة جه راجل لابن عباس عبد الله بن عباس هذا حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عم رسول الله القيمة والقامة بتاعتنا والسند والظهر والمرجعية فخاض فيه وسبه وشتمه ابن عباس جالس هادئ وافق شوف أدب الكبار ألا البيض طبعا ثم أحس أن الرجل يعني طلع لجوه كل فرغت جعبته فنادى على خدمه عكرمة يا عكرمة قال نعم سيدي قال اعطي الرجل ألف دينار وسأله إن كان جاء في مصلحة أو حاجة نقضيها له نقضيها له هيدي يا عمي دي شوف الرد اللي بيعمل إيه ورد فعل ابن عباس طب إحنا نهاردة ده بصلي بعينه لا إله لله هنقعد فيها المرحلة دي على دول هنقعد فيها على دول ده هو معرفش يكلم مين يا عمي زي بعضه والله العظيم ما نتنازل يا عمي زي بعضه ولازم يا عمي خد الأمر أبسط من كده خالص ده أخوك ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم إنما المؤمنون إخوه طب وصل لغاية المحكمة أنت وخلي واحد من إخواننا وأسيادنا المحامين يقول لك الرؤل اتلاقي الوجو عمي البيته خليتها الوصي على الأيتام اللي هو واصي عليهم كل النساء عجة منين حتى قال القائل الأقارب هم العقارب مش تقال كده طب إزاي إزاي يا راجل الدين قال الكلام ده أمال الأرحم فين أمال العم يبقى أب إزاي أمال إزاي الخال يبقى والد وإزاي الخالة تبقى أم خالة تبقى أم أي وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر آذر مش أبو إبراهيم ده عم ده عم أبو إبراهيم ده تارح مش آذر لكن العائلات الكبيرة والناس المتربية يشوف أي حد من العيلة كبير يقول أبويا الحج فلان شوف الأداب أبويا الحج فلان وقد يكون من بيت تاني قد يكون من ربع تاني ده الأداب الإسلامي ده اللي نشأنا عليه ده اللي بطلبنا به الدين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة عمر بن عبد العزيز وهو في قمة السلطة أمير البلاد دخل عليه رجل وأخذ يكيل له في السباب والشك يا سبحان الله سبا طلع لجوه ثم قال له أأردت أن يستفزني الشيطان بسيف السلطان أنت عمال تقوله وتعيد علي عايزني أنا نستغل السلطة ونقول خذوه فغلوه خدوه ما تخلوش يشوف الشمس تاني اعدموه خلوه لما نبقوا نفتكروه اعملوا فيه سووا ينفع أأردت أن يستفزني الشيطان بسيف السلطان ثم تأتي بين يدي الله يوم القيامة فيمكنك مني فتفعل بي في الآخرة ما فعلته بك في الحياة الدنيا أبدا والله دي ناس ناس دي ناسي بتستسمر عند الواحد الديان دي ناسي مستني سيدني نبي ياخدها بالأحضان هو دي المطلوب سلوكك رد فعلك أخلاقك حلمك يا أخواننا ما بنسمعوش حد حليم حاليا ها الرد للمؤدى بيقولك ده ضعيف يا السلام الرد للشرير السيء الخبيث الملوث صاحب البزاعة صاحب الجهالة صاحب السفالة خلينا بعيد عنه ده بتوع مشاكل تجده مهاب الجانب طيب من الأولى بالهيبة من الأولى بالنعمة من الأولى بالتقدير فين صاحب الخلق العظيم جميع أعضاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله في القرآن المجيد عضوا عضوا لكن عندما أراد أن يجمع كل الخلائل كل الشمائل كل الفضائل قال وإنك لعلى خلق عظيم يبقى الدرك كله على إيه؟ الأخلاق طيب الأخلاق من ضمن أسس الحيل ألا إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أحاسنكم أخلاق في ناس بتشيتهم يعني نفسها ما سمعش في ناس بيتكيلها والناس دي تقدر أن تكيل الصاع صاعي تستطيع أن ترد اللطمة لطمتاي لكن يعفو واصفح يقول لك لا ده ربنا في القرآن يا راجل واصفح سيدنا نبي قال فاعفو عنهم واصفح فاعفو عنهم وقل سلام إذ قال الكلام ده لسيد الأولين والآخرين أقول إزاي أنا مسلم إزاي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يا سبحان الله يا سبحان الله في واحد بيطوف فسيدنا علي زين العابدين بيطوف علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الرجل اللي دات الواقفة والطواف وراء الإمام عليه زين العباد رجل غليز القلب ومعرفاش فطبعا أهل البيت عندهم سمت كده وعندهم هدوء دي مشاعر وشعائر الرجل فيه أدعية كده وفي خشوع وتبتل ردك عايزي دي بالسبعة يا بابورهة اللي فاتك زي ما بنعمله فدفعه اخلص أيها المنافق سيدنا الإمعالي لم العابدين وبص فيك كده كاد أن يقع الآن بارك الله فيك ضواف الثاني رح دفع أكتر أيها المرائي نريد أن نخلص من الضواف قال هداني الله وإياك التالتة كادت أن تبطشه أعوذ بالله منك قال بارك الله فيك بدأ الرجل على أخل الطواف رجع سبات ده نزقته ثلاث مرات كاد أن يبطش على الأرض عما نخوط فيه نتهمه بكل نقيص مرائي ومنافق ونصاب وممثل ومدعي وعيش الدور وعمل لوال كل ده أنا كيلت ليه لم ينطق ببنت شفة فانتظر حتى أتم عليا الطواف ثم صار إليه وقال أنا لا أعرفك ولكن سلوكك يدل على أنك رجل من آل بيت رسول الله 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 من معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم من جاء من الله ومعتصم إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم وإن قيل من خير أهل الأرض قيل هم يستدفع السوء والبلوى بحبهم ويستزاد به الإحسان والنعم مقدم بعد ذكر الله ذكرهم في كل بدء ومختوم به الكلمة أنا البيت الأدب كله طلع منه أنت أقرأ في سيرة أي واحد أو ترجمة حياة واحد منهم أو من الصحابة ما تلاقيش العنف ولا تلاقيش فحش ولا كيت ولا ألغاز ولا نفاق ولا شحناء ولا بغضاء ياه إن رقي في النفوز ده أمي لهم سدوا الأرض بالأمبا سدوها بالفحش سدوها بالسلاح أبدا والله أبدا والله الإمام علي بيقاتل مع واحد وملك فديه يضرب بالسيف رح بسق في وجه الإمام علي رح ماش حش ورح سيبة ورح ماش فسيدنا عمر بيقول لها راضي الله قال لي يا عمر أنا أجاهد في سبيل الله فلما بسق علي أنتقم لنفسي تركته الله تركته الله إيه الأخلاق العالي دي إيه الأدب ده فين نحن من الأدب ده الودي يكلم أبوهم يتكي عم يبقى داخل وحط رد على الريال خالة معد في الشرع وقعد على الجهة ومسكدة إيه ده ويتنعنى عشان خالة يبص عليه وشوفه إيه جلت التجدير اللي وصلنا له أنا أحدثكم عما يجري في المدارس من سوء أخلاق مما تغير به الحال ما بين الطالب والمعلم ما بين المعلم والزميلة ما بين المعلم والمدير ما بين فلان وعلان التهريج اللي إحنا فيه ده إيه الحال اللي وصلنا له ده أراضيتم بهذا اكتفيتم بهذا خلاص إحنا مسلمين وارروحوا قبل ربنا بكلمة لا إله إلا الله فين السنوكيات فين الأعمال فين الأخلاق فين الشمائل فين الفضائل شيء عجيب شيء غريب يا سبحان الله هو معرفنيش أنا ولد مين يا عم يا محل يا أخواننا عدوا المراحل داي من سنوات في السبعينيات وأنا أقرأ في أخبار الحوادث ماتوا 17 نفر في الفيوم ليه إيه اللي فجر الموقف واحد ركب حمار معد على زرعة كرومب الحمار رح قطف ورقة صاحب الزرعة قال شافة دقوا في بعضهم ده ضرب ديه ووسعة الحد 17 نفر عشان قطمة حمار الورقة كرومب في المسلمين وكلهم طبعا المسلمين اللي ماتوا والضحايا واللي السجن والقضايا والدنيا اللي خربت ديه كله عشان فرقة كرومب أين عقولكم هكذا تورد الإبل يا ساعد مع عشان منفرش في نفسي ده ملكي وعين دي ولي دي كلها أنات شيطانية فين يا أخوانا المسامح فين اللي صاحب العاف فين اللي عايز يبيضها لله فين اللي عايز يحظى بشرف صحبة رسول الله هناك يا أخوانا أصحاب الفاضل قلوا حتى يومني قامت لكم قليلي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الله قد جمع الأولين والآخرين في ساحة العرض على الله نادى المنادي من قبل الله أين أهل الفاضل فيقومون شوية قليلي شوف الخلائق من لدن آدم إلى آخر جيل تقوم عليه لكيام أهل الفاضل ثاني يقوموا جماعة قليلي خالص قل قليل نادرة شحيح قليلي كل عصر طلع مننا اثنين ثلاثة أصحاب حيل أصحاب آدب وعف يقومون وهم قليل فيأتيهم النداء من قبلي رب البرايا ادخلوا جنتي بغير حساب فينطلقون سراعا قد أمر الملك الوحى فتوقفهم الملائكة على أبواب الجنة أين تذهبون نريد أن ندخل الجنان جنان الرحمن كيف وأنتم لم ينشر لكم ديوان ولم ينصب لكم ميزان قبل الحساب تروحوا دخلين على طول كده هو قالوا نعم بذا أمر الجبار بذا أراد الرحمن طب لي ما تستحقون هذا كله دون عن بقية الخالق يقولون لأننا نحن أهل الفضل انتم أهل الفضل طب فيما كان فضلكم كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسيئ إلينا غفرنا وسامعنا وإذا جهل علينا حلمنا فتفتح لهم الملائكة الأبواب ادخلوا فنعم أجر العاملين طب مش عايز تبقى واحد منهم مش عايز حتى تلاقي إشارة طمأنينة في الآخرة في الموقف الشديد والواحد وقف 40 سنة على ردليه والنتن والعرق واقتراب الشمس من الرؤوس والتهاب الأكباد والإنسان يرى أمه لا يعرفها والمرأة ترى ابنها لا تعرفه يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعك وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد من شدة العذاب كأن الناس يترنحون كأنهم شربوا حتى الثمالة كأنهم ساكروا لكن ده هو الموقف صحب الأهوال اللي شايفينها واللي بيقسوها واللي مستني حساب واللي مستني فضايح يوم تبلى السرائر ولي 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 كل واحد يقول نفسي نفسي بما فينا الأنبياء الأنبياء الكمال بما فينا الملائكة الملائكة أصحاب الكرامة التسبيح عندهم كالتنفس عندنا المعظومين من الخضاء أيوة لأنهم شاهدوا غضبة الله عز وجل ولذلك سيد النبي كان يدعو الله دائما يقول لك اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك اللهم إني أعوذ بك من الموت وسكرته أعوذ بك من القبر وضمته أعوذ بك من الصراء وزلته أعوذ بك من الميزان وخفته أعوذ بك من يوم القيامة وروعته وأعوذ بك منك وأنت القادر الجبار يوم القيامة وأعوذ بالله من يوم القيامة ورعدته سيدنا النبي خايف وإحنا مطمني طب إيلا عاملنا طب إنت مطمني عليه طب إيلا عامل ده أقل واحد بيكيل سب الدين ثلاثة أربعة مرات في اليوم النهاردة ما فيش واحد بيديب الخمس فرد في المسجد النهاردة اللي عنده زكاة يقول لك اللي عايز البيت ومشي البيت والفلسفة الفاضية النهاردة لو إنك أنت طلب شيئا في الخير لن تجده معينا يخونا عايزين غير الخلطات في المسجد يا أخي عم الشيخ خلطاتي وبتاع الناس بس بتعود على الخلاط مدام ده يصلي ما أي مية ويقدم أصلحة هو ماش ديه ما خلق يعني بيتهم ما في السر ويت التاريه والسخرية وقيلة وقال لكن لو حصلت مشك ليه أيوات نجيب لك أربعة ستة وخمسين وستين وعندي زنكة ظروفه نبعت لك شكرتين وظروفه تجدوا على الشر أعوانه ليه لأن الناس أصبحوا أشرار إنما أصحاب الخير الأخيار ما فيش قالوا فعندما نعرج إلى الحلم يجب أن نعود إلى سابق عهدنا أن نعيش كما عاش الصحابة أن نلتزم بسلوكيات آل بيت رسول الله وكل أخلاق العارفين والصالحين لعلها دقة جرس تنزر أو تذكر أسأل الله لي ولكم التوفيق أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم